أنا بالنسبة لإني قائد سيارة ملتزم بسرعيتي عندنا إشكالية بنواجهها في شارع القاهرة في مناطق السرعة فيها 60 وفي مناطق السرعة فيها 80 وفي مناطق محطوط فيها يعني تبقى حلو قوي أنه قبل الكاميرا هو بينبهني سواء حتى في الطرق الحرة برا يعني في الطرق اللي هي خارج المحافظات أو في كده لكن فيما أنا مش عارف يعني أنا ساعات وبعدين فيه ناس تقول لك إيه ساعات اللي يبقى ملتزم بالسرعة تيجي جنبه عربية معينة فأنا معرفس ده ماذا صحة الكلام ده إيه فبدل ما العربية دي تاخد مخالفة هو يشير مخالفة غيره لا لا كان ممكن الكلام ده بيحصل زمان أيام الرادارات اللي كانت بتصور بالظهر بكاميرا بتاخد كدر كده إنما الرادارات الجديدة دي لو حراك بتاخد بالك هتلاقي الانفراريد أو الأشعة تحت الحبراء اللي بتاعتها كل عربية بتعدي بتلاقي ليها ومضة فكل واحدة بتتصور فعلا مفيش فيها مشكلة يعني مش هتيجي مخالفة مكان التاني إنما هي القصة إن فعلا لازم يبقى محطوط اللوحة الإرشادية قبل الرادار مثلا بكيلو أو بـ 800 متر أو بـ 500 متر توضح السرعة بتاعت الطريق بيحصل مشكلة إن حراك ممكن تكون جاي مثلا من طريق من تحت وطلعت مثلا الدائري من منطقة ما وهيبقى فيه كاميرا قدام وإنت مش عارف الحتة اللي ماشي فيها دي سرعتها كامل يعني فيه مثلا حتة في محور رود الفرج لو أنت طالع من دائري أو طالع من أي مكان بتفضل ماشي مدة كبيرة جدا لحد ما تشوف أول واحدة مكتوب عليها 120 تبقى أنت مش عارف الطريق سرعته كامل هل هو 120 خايف طبعا تدوس لأنها تبقى على طول هتتصور فهي فعلا حضراك عندك حق والناس اللي كلمت في النقطة دي إن لازم قبل كل كاميرا رادار يبقى محطوط السرعة بتاعت الطريق كامل يعني برضو بتختلف من مركبة للتانية الملاكي ليه سرعة النص نقلي ليه سرعة الأوتوبيس ديه سرعة ده على طرق السفر داخل المدينة بتبقى تقريبا كله 90 في الدائري 80 في المحاور الجديدة 60 في المحاور اللي هي داخل المدينة شوية والحقيقة الفترة اللي فاتت تم رفع بعض السرعات في بعض المحاور يعني محور أبو زيت خضر كان الأول سرعته 80 بقى 90 محور جهان السادات بقى 80 بدل ما كان 60 كانت فعلا بتبقى مؤزية جدا لأن كمان الكاميرات بتبقى أحيانا محطوطة بعد منزل أو بعد كبري فبتلاقي الناس بتفارمل جامد فممكن يشكل حكورة على اللي جاي النقطة دي برضو من النقاط المهمة حتى في الكباري اللي في مصر الجديدة 80 نص تلاقي دايما الكاميرا في منزل الكبري عشان تبقى جايبة متنشنة مظبوط فتلاقي دايما الناس تنزي بتمسك فرامل فاللي وراه مع منزل الكبري بالزبط يعني لو مش منتبه بيبقى كده واللي بيداي إنه ممكن يبقى منزل الكبري محطوطة الكاميرات وحضرتك ملتزم وماشي وكل حاجة وتلاقي ميني باس واقف بيحمل ركاب أو بينزل ركاب واخد نص الطريق واحد تاني جاي جانبه دي 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 أكبر مشكلة يعني دي كارس تاني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة قبل ما ناخد التليفون الواحد من كتر ما هو يعني بيلتزم بالحاجات دي أنا بقى لما يبقى في كشاف في الطريق ومفيش لمبة بيرعش خلاص بقى عندنا سنس إن إحنا عايزين نرى فالناس أوتوماتيك يعني أنا واحد من الناس خلاص أنا ملتزم وأكيد فيه غريب يعني بيعملوا القصة دي بس هي حتة التصبيطات الفنية الصغيرة الضبط هي الحاجات البسيطة دي يعني أحيانا كمان بيتم تغيير سرعات بعض الطرق يعني كعارف إن طريق اسمه عليها الصحراوي مثلا سرعته 120 أحيانا المنطقة لحد جامعية عرابي أو لحد مدارس منفس أو أعيانا بيخلوها مية فلما بتتغير مية بيممكن نقعد شوية على ما نعدل اللوحة نشيل المية وعشرين نخليها مية الناس تكون خادت فيها مخلفات طريق الساحل لما وقت ما بيتغير السرعة بتاعته برضو بتلاقي ناس أحيانا بتعترض إن طريق الساحل مؤهل إن هو يبقى سرعته أكتر من السرعة دي